ما اليد الذي أتى به الإعلان السياسي؟ يا سيد العزيز الفترة بعد إزغاط النظام ورثت كم مهول جداً جداً من الإخفاغات والفشل وتشكلت خلالها حكومتين اللي هي حكومات العهد الفترة الانتقالية حكومتين الحكومتين اتهدن حسب مغدراتهم على أساس أنه ينشر السودان من هذا التراكم الكبير والفشل الزريع كان موجود داخله وفعلاً استطاعت الحكومة الفترة الانتقالية إنها تحقق نتائج إيجابية لكن بالضرورة لأنه لأول مرة في تاريخ السودان السياسي يتم توافق أو تحالف بمثل هذه الساعة اللي هو الحرية والتغيير التحالف ضم عدد كبير من المكونات قبل كده في التاريخ السياسي السوداني ما حصل رغم إنه لاحقاً حصل شيء بعض الشروخ والخروج منه وكده فإبقى إنه هذه المسيرة بهذا الإرسل كبير بالضرورة يكون فيها مناحي فشل ويكون فيها إخفاغات يعني لأنه الناس دل هم بشر متهدين على أساسين البرنامج السياسي البرنامج السياسي حق طموحات محددة فبعد نزاعات طويلة تغرر إنه تدخل كل الغوة المشكلة الحرية والتغيير والمتحالفة مع دولة الانتغال السياسي فإنه نخش في مناقشات كبيرة على أساس إنه يتم إصلاح هذه الحرية والتغيير وبعد مغاش طويل وتداول للوضع الاقتصادي والوضع السياسي طلعوا بميساق جديد الغرض الأساسي منه هو المحافظة على وحدة الحرية التغيير